حسام غالي بيقترب من الانضمام الى قائمة محمود الخطيف الانتخابات المقبلة محمود الخطيف طبعا رئيس النادي الاهلي بدأ يستقر على القيمة قيمة الانتخابات اللي هيخدها خلال الفترة المقبلة وعقد جلسة معه طبعا مع النجم حسام غالي عضو شركة الكرة الجلسة دي تضمنت اقناع محمود الخطيف رئيس النادي الاهلي لحسام غالي بالانضمام للقيمة خلال الفترة المقبلة لكن لغاية دلوقتي ما تمش الاعلان طبعا بشكل رسمي عن قائمة محمود الخطيف الاهلي هيحسم ملف المدرب العام بعد عودة مسماني زي ما قلتلك قبل كده ان مسماني يمكن ما كانش عاوز مدرب عام لكن النادي الاهلي مصر او متمسك بتعيين مدرب عام من ابناء النادي وقد يكون رضا شحاتا المدير الفني طبعا لنادي الجونة بعد الجلسة اللي كان عقدها مع محمود الخطيف رئيس النادي الاهلي برضو من ضمن الاخبار الخاصة بالنادي الاهلي عمار حمدي لعب النادي الاهلي يمكن اعلن انه ما عندهش ازمة في جلوس احتياطيا بشكل رسمي وانه هو اخذ وعد من مسماني بالمشاركة خلال الفترة اللي جاي قال طبعا في تويتر ان انا بكتهد وساب كل حاجة على ربها سبحانه وتعالى واعلن تحت امر النادي الاهلي وبشكر جميل الاهلي وفي نفس الوقت قال وجهة نظر المدير الفني في الدفع بيه خلال الفترة المجبلة هطلع فاصل